معنا على الهوى الأخت مريم أهلا وسهلا أخت مريم أنت معانا على الهوى أهلا أستيس نزار إزاي حضرتك أهلا أهلا أخت مريم ربنا يباركك تحية لحضرتك وتحية لضيفك الكريم شكرا وإحنا أنا عندي سؤال بما أننا شايفين دلوقتي أن الرب بيضم كل يوم للكنيسة الذين يخلصون وأن العمل الرب في حياة إخواتنا الأحباء القادمين من خلفية إسلامية وده طبعا وعد أن ربنا حيأتي بالخراف من حزائر أخرى ليكونوا رعية واحدة للراعية واحدة لكن عندنا دلوقتي عايزين نسأل إزاي جسد المسيح اللي هو الكنيسة دلوقتي في الوقت ده إيه اللي تقدر تقدمه للقادمين الجدد من خلفية إسلامية يقدم لهم إيه دلوقتي عشان يحصل الترانزيشن دي ما بين القديم الجديد ويكونوا فعلا رعية واحدة للراعية واحدة متجنسين وميبقاش بأي مشاكل خليك معي أخت مريم عشان أوجه السؤال للأخ باسم الأخت مريم هي عابرة من خلفية غير مسحية والرب عم بتضم إلى الكنيسة عدد كبير ولكن بتسأل إزاي كيف الرب أو إيه اللي ممكن نعمله حتى الرب يعني مثل ما بتقول الآية يعني ليه خراف أخر لنبغي أن نقاتب تلك حتى تكون رعية واحدة مع راعن كيف ممكن نصل للرسالة الشاملة للكل اللي تشمل الكل أيو في الحقيقة يعني الحياة الشاهدة هي أول دور في توصيل بشارة الإنجيل خصوصا للخراف الأخر حياتي اللي تغيرت وحياة اللي تغيرت دايما بتوجد وتستحضر سؤال للناس اللي حوالي إيه اللي غيرك إيه اللي خليك كده رسول بطرس ريحنا وقال لنا إيه مستعدين دائما يعني شوف حددك لازم دائما دي مستعدين دائما لمجاوبة كل يبقى دائما وكل عن سبب الرجاء الذي فيكم مستعدين دائما لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم حياتي الشاهدة بوداع وخوف بوداع وخوف لكن يعني أنا طبعا برضو بقدم نصيحة تاني لأختي العابرة اللي بتكلم نفوس الأخت مريم مريم عايز أقول برضو الحكمة مطلوبة يعني مش لازم أنا أوجه رسالة كاملة للشخص لا أنا بأبني طوبة في بيت أو زي ما قال أحد الخدام كيلو السكر عبارة عن أوالب سكر صغير وكل واحد يحط آلب على قدر ما يستوع بالشخص وعلى قدر ما يدينا الروح القدس من حكمة أنا أجاوب وطالما شؤ قلبي أني أنا عايز أجيب نفوس للمسيح لابد أن الرب حيكافئ تعبي وحيكافئ صبري وحيكافئ خدمتي ويديني نفوسي يجب أن لا أخاف لكن يجب أن أكون حكيم يجب أني أكون شجاع لكن ما كونش متحور لكن مسئولية أن إحنا نروح الجبل يعني الجبل يعني النفوس اللي ما سمعتش عن الرب وبطرق مختلفة ممكن أنا أدير واحد إنجيل هدية ممكن أسيب أنا جيل في أماكن مختلفة فأنا أعرف خادم مش عايز أقول اسمه يعني طول ما هو ماشي مع أنا جيل يحط الإنجيل في المترو ويحط الإنجيل في القطري ويحط الإنجيل في الطيارة وفي سمار مباركة جدا في طرق عديدة ممكن نوصل بها بشرط الإنجيل للناس اللي يعني بعاد عن الرب ونروح الجبل ونجيب نفوس بشجعك ربنا يبركك جدا حنصلي من أجلك وأكيد ربنا حديلك نفوس بس أهم حاجة الناس تلاحظ حياتك ما قبل وحياتك ما بعد يسألوا تكوني أنت مصدر نور اللي حواليك فيسألوكي إيه اللي حصل في حياتك وهنا الرب حديلك حكمة حتقولي بقدر ما يستطيعوا هؤلاء الأشخاص أن يستوعبوا وتذكر أنك أنت ما استوعبتش الإنجيل في مرة واحدة أنت خدت سنين معرب بشكلك أكيد يعني مش من مرة واحدة سمعة الإنجيل أمنت من تيامة مثلا مرة في مرة في مرة ليه يعزين الآخرين يبدأوا من حيثوا من تهينا إحنا لا نبدأ معاهم خطوة خطوة